بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حق تلاوته أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ومن نحب من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ويجعلني وإياكم بإذنه تعالى وفضله وكرمه ممن قال فيهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أيها الأخوة والأخوات ما يزال الحديث موصولا حول حكم الإدرام وهو أحد أحكام نون الساكنة والتنوين وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإدرام بغنة وقسمناه إلى قسمين إدرام بغنة كامل وإدرام بغنة ناقص واليوم نتحدث عن الإدرام بغنة الإدرام بغير غنة كامل ونتحدث عن شرط مهم للإدرام إذا لم يتحقق هذا الشرط لا يكون هناك إدرام ولو جاءت النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإدرام نبدأ بمراجعة سريعة لأحكام أو لحكم الإدرام فنبدأ بالإدرام بغنة وقد قسمناه إلى قسمين قسم كامل بغنة كما في النون مع النون والنون الساكنة مع الميم مثل من نعمة من نار يومئذ ناعمة فهذه نون ساكنة مع النون ومن أمثلتها أيضا كما ذكرت النون الساكنة مع النون والنون الساكنة مع الميم نستعرض بعض الأمثلة للنون الساكنة مع الميم مثل من مارج من ماء وتنوين مع الميم حبل من مما سد فهذه نون ساكنة مع الميم لاحظوا أيها الأخوة والأخوات في النون مع النون والنون مع الميم أن النون ليس عليها أي حركة تشكيل لأنها مدغمة في الحرف الذي بعدها والحرف الثاني هو حرف الإدغام حرف مشدد لأن النون دخلت في هذا الحرف الثاني فصار حرفا واحدا مشددا هو الحرف الثاني فنشاهد النون بعد التنوين وبعد النون الساكنة مشددة لأنها أدغمت النون الأولى في النون الثاني إدغاما كاملا والميم بعد النون الساكنة أيضا مشددة لأن النون دخلت في الميم فصارت ميما مشددة كما رأينا القسم الثاني من الإدغام هو الإدغام الناقص بغنة نلاحظ أن النونة ليس عليها أي علامة تشكيل والياء والواو بعدها ليس عليها شدة لأن الإدغام الناقص فنقرأها بهذا الشكل فمن يعمل خيرا يره ومن ورائهم قوة ولا ناصر هذه أمثلة الإدغام الكامل بغنة والإدغام الناقص بغنة القسم الثالث من الإدغام هو الإدغام بغير غنة وهو إدغام كامل نجد أن النون ليس عليها أي علامة تشكيل لكن اللام بعدها مشددة والراء بعدها مشددة كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد يكن له النون ساكنة وبعدها اللام فتدخل النون دخولا كاملا في اللام ولا يبقى من أثرها أي شيء فنشدد اللام بذلك فنقول ولم يكن له كفوا أحد ونقول أيضا ويل لكله مزة اللمزة لاحظوا أن النون ذهبت بالكامل والذلك سميناه إدغام كامل ولاحظوا أنه لا يوجد غنة نهائيا ولذلك نسميه إدغام بغير غنة من أمثلته مع الراء مثلا يسقون من رحيق مختوم من الراء النون ليس عليه أي علامة تشكيل الراء مشددة بعد النون فهذا إدغام بغير غنة كامل مثاله مع التنوين فهو في عيشة الراضية عيشة الراضية هذا إدغام كامل بغير غنة إذن الإدغام أيها الأخوات له ثلاثة أقسام القسم الأول إدغام بغنة كامل القسم الثاني إدغام بغنة ناقص القسم الثالث إدغام بغير غنة كامل ملاحظة مهمة في الإدغام وهي شرط الإدغام أن الإدغام والإخوة والأخوات لا يكون إلا في كلمتين لا يمكن أن يكون الإدغام في كلمة واحدة فيشترط في الإدغام أن يأتي النون الساكن في آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول الكلمة الثانية أما إذا جاءت النون الساكن مع حرف الإدغام في نفس الكلمة فإنها لا تدغم ويكون حكمها الإظهار ويسمى الإظهار المطلق إظهار مطلق هو أن يأتي النون الساكن مع حرف الإدغام في نفس الكلمة ورد ذلك في أربع كلمات في القرآن الكريم هي كلمة الدنيا حيث ما وردت معرفة أو منكرة بنيان بنيانهم البنيان أيضا حكمها الإظهار كذلك صنوان وقنوان هذه الكلمات الأربع لا يوجد غيرها في القرآن الكريم ألحق بها العلماء أيضا على رواية حفص حروف أوائل السور التي تنتهي بنون وبعدها حرف من حروف الإدغام مثل نون والقلم فالنون في آخره جاء حرف نون لا يدغم في الواوف والقلم كذلك النون في آخره جاء ياسين والقرآن لا يدغم في الواوف فحكمه الإظهار ونسميه الإظهار المطلق الآن أيها الإخوة والأخوات سنقرأ الصفحة الرابعة والخمسين من سورة آل عمران نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم أيها الإخوة والأخوات نسعد الآن باستقبال اتصالاتكم أو رسائلكم الصوتية المسجلة بهذه الصفحة المباركة من كتاب الله عز وجل فأهلا ومرحبا بكم والأرقام ظاهرة أمامكم على الشاشة فأهلا ومرحبا بكم معنا نبدأ بتسجيل صوتي من الأخت أم محمد من تونس بسم الله نستمع للأخت أم محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطن محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لكي هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابه صدق الله بارك الله فيك أختي أمم محمد على هذه التلاوة الطيبة اليوم أنت يعني يبدو أن بينك وبين حروف المد اليوم مشكلة فقد حذفت حرف المد في عدد من المواضع حذفت الياء وحذفت الواو كما في قوله تعالى فاتبعوني يحببكم حذفت الياء وقلت فاتبعوني يحببكم وكذلك في مواضع أخرى حذفت أيضا الألف في وضعتها أنثى وعندها رزقا بينما زدت الياء في كلمة أن لكي هذا زدت الكسرة وجعلتها يا فانتبهي أختي الكريمة بارك الله فيك حرف المد لا يحذف ولا يجوز أن نقصر مده عن حركتين بارك الله فيك وفتح الله عليك والأخت أمم محمد من تونس قرأت برواية قالونا عن نافع لكن هذا الخطأ كان واضحا في تلاوتها بارك الله فيك أخت أمم محمد كذلك ذرذية الراء إلا بد من بياني تشديدها شكرا لك على مشاركتك وبارك الله فيك معنا الأخت نادية من مصر بتسجيل صوتي نستمع للأخت نادية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توجدوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وزرية من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم بارك الله فيك أخت نادي على هذه التلاوة الطيبة المباركة بالغت في الضمة في تود لو أنها لا ينبغي أن نبالغ في الضم لأن الضمة إذا بالغنا بها تتحول إلى حرف مد فينبغي أن لا نزيد في مقدار الضمة حتى لا تتحول إلى حرف مد كذلك أختي الكريمة بعض مقادير المدود كانت متفاوتة مع أنه ينبغي أن تكون يماثل الواجب المتصل والجائز المنفصل يماثل الجائز المنفصل كذلك مقادير الغنان بارك الله فيك تحتاج إلى ضبط في زمينتها أيضا بحيث تكون متساوية في الأحكام المتماثلة الإضغام مثل الإضغام الإخفاء مثل الإخفاء وهكذا هذه أهم الملاحظات كذلك القلقلة في القاف ينبغي أن تنتبه إليها لأن القاف من الحروف التي فيها قلقلة فينبغي لك وكذلك الط بطني محررة حروف قطب جد عموما هي حروف القلقلة بارك الله فيك أختي نادية وشكرا لك على هذه المشاركة الطيبة معنا اتصال من الأخت محمد من تونس أخت محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا حياكم الله تفضلي أختي الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل سن عد خير محطرة وما عملت من سوء بسم الله الرحمن الرحيم بينها وبينك ويحذي الصوت غير واضح أختي أمم محمد صوتك يتقطع بارك الله فيك لو تعيد الاتصال أو ترسلي تلاوتك مسجلة على رقم الواتساب الذي يظهر على الشاشة لأنني لا أفهم أي شيء في قراءتك بارك الله فيك مع أنه يبدو الإتقان واضحا في بداية التلاوة وفقك الله وبانتظار اتصالك أو إرسالك للتسجيل الصوتي بارك الله فيك ريثما ترسل الأختم محمد أو تعيد الاتصال نستعرض ما يمكن أن نستعرضه من بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض في تلاوة هذه الصفحة من كتاب الله عز وجل يوم تجيد الجيم هنا مكسورة فلابد من إتمام الكسر في الجيم وإتمام الضم في الدال تجيد تجيد كل والشدة في الجيم أيضا فلا يصح أن نقول تجيد جي هذه ليست الجيم الفصيحة تجيد بهذه الشدة يجب أن تكون الجيم شديدة كل نفسما كذلك الإضغام بغنى هنا لابد فيه من إتمام الغنى وكذلك إتمام كسر السين نفسما ولا نقول نفسما نفسما ولا نولد مثلا حرف مد بعد السين قبل الغنى فنقول نفسما هذا توليد لمدة زمنية لا ينبغي أن نفعله من خير إظهار حلقي لابد من بيان النون جيدا قبل الخاء حتى لا تخفى محضر الميم والحاء حرفان مرققان جاء وراء الحاء حرف الضادي وهو حرف مفخم فينبغي أن نراعي التمييز بين الحرف المرقق في الميم والحاء محضى محضرا فنميز هذين الحرفين وما عملت طبعا يجوز الوقف هنا ويبدأ القارئ وما عملت من سوء ويجوز الوصل أيضا لا حرج في الوجهين ويحذركم يحذروا ضم الرأي مفخمة مع بيان كسر الذالي طبعا هذا عند غير ورش فينبغي بيان الكسر وتفخيم الرأي جيدا يحذركم ضم الكافي أيضا جيدا لأن البعض يقول يحذركم كم غيركم فكم لا يوجد ضمة تامة هنا يجب أن نتم الضم ويحذركم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف هنا المد بمقدار حركتين في رؤوف لا بد منه في نطق هذه الكلمة قل إن كنتم إتمام الضم أيضا في التاء تحبون الله فاتبعوني بيان الياء ولا يجوز حذف الياء هنا لأنها ياء مدية يحبيبكم البعض هنا عندما يقلقل الباء يضم الشفتين فيقول يحبيبكم يحبيبكم فتظهر الباء كأنها مضمومة أو فيها جزء من حركة الضم وهذا خطأ الباء الساكنة هنا لا ينبغي أن نعطيها صوت ضم فنعيد الفم إلى وضعه الطبيعي يحبيب يحبيبكم يحبيبكم الله ويغفر كسر الفاء جيدا في يغفر وعدم تكرير الرأي أيضا فلا نقول ويغفر لكم كما أنه ينبغي أن نتنبه إلى عدم إدغام الرأي في اللام فلا نقول ويغفر لكم إذا كنا نقرأ طبعا لرواية حفص أو من لا يدغمون معنا مرة أخرى أختي محمد أهلا بك أختي محمد والمعذرة على قطع الاتصال في المرة الأولى بسبب رداءة الاتصال أهلا بك تفضلي طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سور إن توت لو أحنا بينها وبينه أمدا بعيدا أمدا بعيدا ويؤذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا إن الله لا يحب الكافرين إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمان على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع عزيز إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محورا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محورا فتقبل مني إنك أنت استميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مغيام وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها الذكرية وإني اخدق إلى أمرأة عمران رب إني نذرت لك محورا وإني أعيذها رب إني أخدق إلى أمرأة عمران رب وإني أخدق إلى أمرأة عمران رب إن الله يعزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا لك أختي أمم محمد على ذي التلاوة الطيبة المباركة ما شاء الله دعوة متقن متميز ملاحظة بسيطة في الياء المشددة بارك الله فيك في كلمة ذرية نخفف الشدة على الياء الياء ليس حرفا شديدا ينقطع فيه الصوت والنفس إنما هو حرف رخو مجهور يعني ينقطع فيه النفس لكن لا ينقطع فيه الصوت فنقول ذرية ذرية ولا نقول ذرية كأنه حصل فيه قطع للصوت أو هكذا بدأ للصوت كأنه انقطع في الياء فانتبه لعدم الشدة في الياء مع أنها مشددة من حيث التشكيل لكن من حيث الصفة الياء ليس من حروف الشدة بارك الله فيك أم محمد على هذه التلاوة وشكرا لك على تواصلك معنا نتابع في بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض قلنا فاتبعوني يحببكم لا نضم الشفتين في الباء يحببكم حتى لا تظهر الباء وكأنها مضمومة ويغفر لكم نكسر الفاء جيدا والله غفور الرحيم قل أ أطيع الهمزة مرققة ولكن بعدها طاء مفخمة فالبعض يفخم الهمزة تبعا لتفخيم الطاء فيقول قل أطيع أ أطي وهذا خطأ أ أطيع الله والرسول طبعا الراء المشددة ليس فيها تكرار كما بيناه فلا يصح أن نقول والرسول أو سيأتي معنا بعد قليل ذرية ذريتها كل هذا التكرار غير صحيح ينبغي أن نرفع اللسان ارتفاعة واحدة فيرتعد ارتعاد واحدة بهذه الارتفاعة ويخرج فيه راء واحدة والرسول ذرية ذريتها كذلك أي راء مشددة ننطقها بنفس الطريقة فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فتح الألف فتح الفم عند نطق الألف لا بد منه لأن الألف يقرأ بفتح الفم فتحا متوسطا قبل قليل الألخ نادية من مصر لم تكن مثلا قد فتحت الفم جيدا فينبغي أن ننتبه للألفات دائما في الألف نفتح الفم الكا وليس الكا الكا نفتح الفم واللسان ينزل إلى أسفل حتى تكون الألف صحيحة ومقرؤة بشكل كامل صحيح إن الله اصطفى النون مرقق دائما وهنا النون مفتوحة فجاء بعدها لفظ الجلالة مفخم فالبعض يفخم الحرف الذي قبل لفظ الجلالة إذا فخم لفظ الجلالة فيقول إِنَّ اللَّهَ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ وهذا خطأ إِنَّ اللَّهَ بهذا الشكل نرقق النون ونفخم لما لفظ الجلالة إصطفى الفاء مرققه لكن قبلها الطاء مفخمة فالبعض يفخم الطاء والفاء تبعا لها فيقول إصطفى إصطفى آدم هذا خطأ إصطفى فاء ومع ترقيق الفاء نتجنب إمالة الألف إصطفى وليس إصطفى بهذا الشكل هذا خطأ آخر في الألف فلابد من فتح الفاء دون تفخيم وفتح الفم في الألف دون إمالة مع ترقيق الألف إصطفى آدم ونوحا وإضغام بغنى لا بد من بيان الغنة فيه بشكل جيد وآل إبراهيم كسر الهمزة بشكل جيد مع قلقلة الباء ساكنة إبراهيم معنا الآن الأخت فضيلة من العراق نستمع للأخت فضيلة اتصال أو تسجيل اخت فضيلة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضلي اخت الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إنكم كم تحبون الله فاتبعوني ضمتها جيدا بارك الله فيك تحبون قل إنكم كم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ظنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فأم تولوا فأم الله لا يحب الكافرين الكافرين قبل قليل نبهنا على هذا الخطأ الكافرين افتحي فمك فأم تولوا فأم الله يحب الكافرين لا يحب لا يحب يا أختي العفو العفو لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ولوحا وآد إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا ما في بطني محررا فتقبل مني أنك نكسر الميم نكسر الميم والحمزة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي أني وضعتها أمثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأمثى وأني سميتها مريم وأني أعيذها بك وذريتها وأني أعيذها وأني أعيذها أبك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وأنبتها بفتح التاء وأنبتها نبات حسن وكثف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم بفتح الدال اخت فضيلا وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنّا لك هذا أنّا لك هذا لك هذا كسر وليس لك هذا كسر قال يا مريم أنّا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدقا شكرا لك أختي الكريم فضيل على هذه التلاوة وهذا الجهد بارك الله فيك الذي كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة اللهم اجعلنا منهم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أبشر أختي فضيلة بأجرين إن شاء الله بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأحثك على المداومة على تلاوة القرآن الكريم والانتباه لحركات التشكيل قلنا من قبل الفتحة نفتح فيها الفم الكسرة نخفض فيها الفك E B والضمة نضم بها الشفتين U B إلى آخره يمكنك أن ترجع إلى الحلقة الخاصة بذلك في قاعدة حلقة قاعدة إتمام الحركات أرجو أن ترجع إليها وتستفيد منها وتطبق ما جاء فيها ففيها علاج لكثير من الأخطاء التي وقعت فيها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك ويكتب لك الأجر إن شاء الله تعالى وشكرا لك على تواصلك معنا وننتظر دائما انتصالك لكي نصحح ما نستطيع من أي خطأ يمكن أن يقع في التلاوة شكرا لك أختي فضيلة معنا تسجيل صوتي بصوت الأخرابح من الجزائر بسم الله نستمع للأخرابح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب الصوت الأخرابح يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وجريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صندق الله العظيم شكرا للأخ رابح من الجزائر على هذه التلاوة الطيبة وهذا الصوت الندي ملاحظات سريعة أخي رابح بارك الله فيك وأبدأ من الأخير يرزق الزاي حرف مرقق جاور الرأة وهو حرف مفخم فينبغي أن تمايز بينهما وتعطي الرأة تفخيمه والزاية ترقيقه كذلك الرأة والضاد ليس من حروف القلقلة فلا يصح أن تقلق الأضاد كما في بعض عندما وقفت عليها أو في مريم يرزق هذه الرأة ليس فيها قلقلة كذلك فاتك بعض مواضع الغنى ينبغي أن تنتبه إليها بارك الله فيك وأيضا أحد المدود الطبيعية يحتاج أن تمده بمقدار حركتين أظنه كلمة بما إذا ما خانتني الذاكرة بما وضعت وليس بما وضعت بما وضعت أظنه هذا هناك يعني موضع يعني نسيت أي موضع فأرجو أن تنتبه إليه وشكرا لك أخي رابح على هذه التلاوة الطيبة بارك الله فيك نتابع أيها الإخوة والأخوات فيما يمكن أن يقع فيه البعض من الأخطاء وقد رأيتم ذكرنا بعض الأخطاء الشائعة ووقع فيها بعض الأخوة الذين أرسلوا رسائلهم الصوتية أو اتصلوا بنا مشكورين مأجورين وصلنا إلى ذرية بعضها من بعض الرأو في ذرية قلنا لا بد من ترقيقها عدم الشدة في الياء وقد نبهنا قبل قليل على ذلك الياء ليس حرفا شديدا وإن كان مشددا من حيث التشكيل والضبط لكن ليس فيه الشدة فلا ينقطع فيه الصوت من بعض الباء والعين حرفان مرققان فلا يصح تفخيمهما كذلك الضاد لا يجوج قلقلتها لا يصح قلقلة الضاد لدى الوقف عليها فلا أقول من بعض ولا أقول من بعض همس بعض همس لا يصح وإنما أعطيها صيفة الاستطالة وأنهي صوت الضاد بدون قلقلة ولا همس فأقول بعضها من بعض بهذا الشكل معنا تسجيل صوتي بصوت الأخت نوال من اليمن نستمع للأخت نوال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرارا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الراجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا لك يا نوال على هذه التلاوة الطيبة المباركة من آخر آية نبدأ أن لك هذا لك لا نبالغ في الكسرة حتى تصبح يا أنبارك الله فيك أن لك هذا وكذلك يرزق أزاي حرف مرقق فلا نفخمه أختي الكريمة نوالي يحتاج أن تنتبه إلى مقدار الغنن والمدود في التلاوة حاولي أن تضبطي تلاوتك مع قارئ متقن إما أن تستمعي للتلاوة التي بدأنا بها الحلقة أو تستمعي لأي قارئ من القراء المتقنين بحيث تضبطي تلاوتك معه من حيث مقادير الغنن ومقادير المدود حتى تضبطي هذه الأزمنة وأسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد مشكورة على مشاركتك القيمة أيها الإخوة والأخوات وأنتم أيضا لكم جزيل الشكر على حسن متابعتكم وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ومن نحب من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعلنا ممن قال فيهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة